السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو هو تكمل الفيديو الأول الذي عملته عن أساسية الانيميشن في بلندر اليوم سنتعرف على نوعين من الانيميشن الأول هو animation على طول منحنة والثاني هو shape keys وكلاهما مهم جدا إذا ضغط shift a ثم curve ثم أتيت بbase curve هذا أضغط 7 ثم بعد ذلك أضغط tab للدخول في edit model خاص به ثم أشكله كما أريد مثلا هكذا بعد التشكيل أحدد هذه النقطة ليست هذه ليجب انتباه إلى اتجاه الأسهم هنا في هذا الكيرب في هذا المنحنة اتجاه الأسهم مهم جدا أنا أريد أن أعمل animation على مستوى هذا المنحنة وذلك للكاميرا أي الكاميرا ستسير على مستوى هذا المنحنة ستسير على طول هذا المنحنة لذلك يجب أن تبدأ من بداية الكيرب وتنتهي عند نهاية هذه نهاية الكيرب لذلك سأبدأ من البداية أحدد هذه النقطة ثم أضغط shift s ثم cursor to selected ثم بعد ذلك أضغط tab للخروج من edit mode ثم أحدد الكاميرا ثم أضغط shift s كذلك ثم selection to cursor selection to cursor هذه فتجد أن الكاميرا انتقلت مباشرة إلى نقطة بداية هذا المنحنة ثم بعد ذلك ما الذي سأفعله سأضغط أحدد هذه الكاميرا هي الأولى ثم بعد ذلك shift وأحدد هذا المنحنة الثاني ثم بعد ذلك أضغط ctrl p ثم أضغط follow path أي اتبع المنحنة إذا بدأت الانيميشن الآن فستجد أن الكاميرا تتبع المنحنة هكذا بإمكانك تعديل على عدد الفريمات لأن من الملاحظ أنه ينتهي عند الفريم رقم 100 هنا تلاحظون ذلك بإمكانك تعديل على ذلك عن طريق خصائص الكيرب تحدد الكيرب ثم تذهب إلى خصائص كيرب وهي هاتي هنا ثم تذهب إلى path animation هاتي تذهب إلى path animation ثم تجعل الفريم مثلا 250 بدل من 100 فتلاحظون أن الكاميرا أصبحت تقريبا في المنتصف أي 100 فريم تضغط الآن play فتجد أنها تنتقل من 0 إلى 250 فريم على طول هذا المنحنة أضغط space لإيقاف هذا الشيء ثم أضغط tab للدخول في edit mode وألاحظ أن هذا سيء ثم بعد ذلك سأضع شيء هنا في المنتصف لتنظر إلي هذه الكاميرا shift a ثم match ثم cube مثلا j أضع هنا أو lg lg سيجعله في المنتصف تماما ثم بعد ذلك أضغط هنا وأضغط صفر للنظر عبر الكاميرا تلاحظون أنه لا ينظر إلى المكعب أبدا لا نريد ذلك أريد الكاميرا أن تنظر إلى المكعب لذلك ما سأفعله هو أني سأحدد الكاميرا ثم shift وأحدد هذا ثم ثم بعد ذلك أتي إلى object هنا كان في العادة في blender 29 تضغط ctrl T فيخرج لك بعض الخيارات لكن هنا ليست موجودة لذلك أتيت إلى object هنا ثم track هنا ثم أتي إلى dump track constraint هذه ثم بعد ذلك إذا ضغطت صفر تجد أنك تنظر إلى الكاميرا إلى المكعب مباشرة ثم إذا عملت الانيميشن فستجد هذا الانيميشن على طول الخط تلاحظون ذلك الكاميرا تلتف بعض الشيء ولست أدري لماذا هذا بالضبط أن في blender 29 تسعى الكاميرا تبقى ثابتة من حيث الrotation ولكنها تلتف حول المكعب المهم ربما هذا هو مجرد خطأ في blender 28 لأنه في البيتا حاليا وبإمكانك باستخدام array modifier وcurve modifier بإمكانك عمل أشياء مذهلة ورائعة سنعمل ذلك الآن أولا أعدل هذا المكعب طاب وأدخل فيه أذهب إلى modifier وأدخل array ثم سأجعل ربما العدد إلى 10 هكذا ربما أدخل وأدخل وأصغر S على مستوى X ثم S Y لا S Shift Z S Shift X حتى أصغر على Z وهكذا إلى التي الدرجة يكون جيدا ثم بعد ذلك ما الذي سأفعله سأتي إلى modifier كذلك وأضيف modifier آخر يدعى curve وبمجرد أولا سأبعد هذه الكاميرا إلى هنا لا أحتاجها ولا أريد أعمل render بمجرد أن أتي إلى هذا curve modifier وأتي إلى object هنا وأجعلها هذا curve فتلاحظ ما سيحدث سيصبح هذا هنا ثم إذا حددت هذا المنحنى وعملت له حركة على مستوى محور X لأن هذا الرأي على مستوى X إذا الآن أخفيت curve modifier تلاحظون أن الرأي على محور X لذلك فالحركة ينبغي أن تكون على محور X إذا حددت هذا curve ثم ضغط GX أحركه على مستوى X تلاحظون أن هذا يتحرك على طول الخط إن صح التعبير على طول منحنى ضغط Tab وعملت بعض التعديلات عليه أضغط 7 هكذا إذا ضغط Tab للخرج إلى object model آن ثم أضغط 7 G ليس 7 لكن هكذا حتى أرى كل شيء ثم GX وأرى تلاحظون أن هذا الرأي modifier يتحرك على مستوى هذا الشيء ويتجسم بمثل شكله GX تلاحظون ذلك وبإمكانك عمل animation رائع باستخدام هذا باستخدام نفس المبدأ أعملت هذا الانيميشن منذ قليل هذا الآن نقفي هذه الطبقة استدهر الطبقة الثانية وذلك لنرى ما هي Shape Keys Shape Keys يستخدمونها في الغالب في عمل تعابير الوجه وكثير من الأشياء الأخرى ليس تعابير الوجه فقط بالنسبة للشخصيات ولكن كثير من الأشياء أخرى كقاعدة عامة Shape Keys تستعملها لعمل animation على مستوى Edit Mode لأنك في Edit Mode لا يمكنك عمل animation لا يمكنك تحديد هذه النقطة ثم بعد ذلك تضغط I لإدخال مثلا Keyframe ثم تحركها ثم تدخل Keyframe أخرى لذلك يمكنك عمل ذلك لكن باستخدام Shape Keys يمكنك فعل ذلك تأتي أولا إلى Object Data فتأتي هذه Vertex Group ثم هذه Shape Keys أولا تضغط Tab تخرج إلى Object Mode وتضع Shape Keys الأولى هذه هذه هي الشكل الحالي ثم الشيء الكيزة الثانية وما فوق هي التي تحدث فيها التغييرات تضغط Tab الآن ثم مثلا تضغط O لتشغيل Proportional Editing هذا جيد ثم بعد ذلك مثلا تسحب J تسحب هذه إلى هنا على شكل تبسم مثلا ثم ربما R هكذا تضغط الآن Tab للعودة إلى Object Mode تلاحظون أنها اختفت كليا وذلك لأن المعامل هنا صفر نحدد الـ Shape Key المقصودة هذه الـ Basic لا نلمسها أبدا هذه الـ Shape Key رقم واحد بإمكانك تسبيتها مثلا تبسم أو ما شابه اسماعيل مثلا أو ما شابه لا يهمني ثم بعد ذلك ترفع هذه القيمة تجعلها واحد تلاحظون أنها تحركت الحركة المرادة التبسم مثلا ثم ربما تعمل Shape Key أخرى لتبسم على الجهة الثانية تحدد هذه النقطة ثم J مثلا وتسحبها إلى هنا ثم طاب للخروج إلى Delete Mode وتلاحظون أن إذا حددت Shape Key رقم 2 ثم رفعتها فسيحدد تبسم على الجهة الأخرى وهاته للتبسم على الجهة الثانية بإمكانك تبسم على الجهة وبإمكانك تبسم على الجهتين ثم ذلك لإصلاح الأمر ثم أضغط Tab وأمسك هاته وهاته وربما أنزلهما J أولا أضغط واحد وأنزلهما J أحبهما إلى الأسفل بعض الشيء طاب ثم بعد ذلك أتي إلى الثالثة وربما أرفعها هكذا فإذا أصبح لدينا حركة تبسم هكذا ربما سأغير Shading هنا من Studio إلى Metcap حتى يظهر الشيء ما تلاحظون ذلك لست ماهر في عمل الشخصيات وأنا لا أعمل الشخصيات أبدا طبعا بإمكانك عمل animation بما أنك لا تستطيع عمل animation في الداخل Edit Mode هنا فستعمل animation لشيب كيز ستجعلها كلها مثلا صفر تذهب إلى الأقطة رقم واحد ثم بعد ذلك تضغط I عند كل منها I هنا ثم بعد ذلك نرى النتيجة تلاحظون ذلك الانيميشن لا يعرض بالسرعة الحقيقية هو بنصف السرعة تخيلها الآن بسرعة مضاعفة ستجد أنها ابتسامة سريعا عما هذا كل شيء بالنسبة للانيميشن على مستوى منحنة على طول منحنة والانيميشن باستخدام shape keys ربما يكون هناك جزء ثالث أعمل فيه أنيميشن شخصية ليغو بسيطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة